مرحبا أصدقائي كيف حالكم سنتعرف معا على علم المعاني بداية علم المعاني من أقسام البلاغة والبلاغة هي من علوم اللغة العربية يقال بأن علم المعاني هو علم تعرف به أحوال اللفظ العربي بما يقتضى واقع الحال أو بما يطابق واقع الحال ماذا يعني هذا المفهوم الصعب؟ هذا المفهوم يقصد به بأن المتكلم أي متكلم إذا أراد أن يخبر مستمعا ما أمر ما فيلجأ إلى طريقة أو أسلوب في الكلام كي تصل فكرته إلى هذا المستمع هذا يقصد به علم المعاني من وضع علم المعاني؟ وضع علم المعاني هو عبد القاهر الجرجاني في كتابه أسرار البلاغة علم المعاني علم كبير جدا يهتم فقط في الجملة العربية سواء كانت هذه الجملة فعلية أو إسمية طبعا هل لعلم المعاني فوائد أم هو هكذا فقط وضعه لغرض ما؟ نعم يوجد فائدة لعلم المعاني فائدة علم المعاني في أنه يبحث في الأسرار البلاغية للجمل التي يقولها المتكلم يعني السمات البلاغية لهذه الجملة التي قالها المتكلم للمستمع طيب هذا الأمر وهذه الفائدة تأخذ بعين الاعتبار أمرين الأمر الأول غاية المتكلم يعني هذا المتكلم عندما قال شيئا ما له غاية وهدف من هذا الكلام وأيضا حال المخاطب حال المستمع فهذا المتكلم يجب علي أن يأخذ بعين الاعتبار حال الذي يستمع إلى كلامه أما الأمر الآخر لأن علم المعاني من علوم اللغة فهو أيضا يجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار أصول اللغة العربية وقواعدها وأعرافها أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات عن علم المعاني ودائما للحديث بقية ابقوا معنا